اشتركوا في القناة وأن جلالة الملك المفدأ يده الله الجميع مشيدا بكفاءتهم وخبرتهم وإساماتهم في توضيح موقف البحرين الراسخ تجاه حماية الحريات الدينية واحترام التنوع الفكري والثقافي وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المفدأ أن إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يتوج الدور الرائد التي تميزت به مملكة البحرين عبر تاريخها العريق في نشر قيم التعايش والتسامح وسعيها الدائم لمد جسور التواصل وتعزيز الحوار بين مختلف الثقافات والأديان وأشار جلالته إلى أن هذا المركز سيسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي كمركز عالمي لاستضافة المؤتمرات والمحاضرات الهادفة لتعزيز ثقافة السلام والانفتاح والتعايش بين الثقافات المختلفة متطلع أن يكون الدور الذي سيطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مصدر إلهام لباقي الأمم والشعوب لما تمثله المملكة وشعبها من نموذج ناجح يجسد احتضان مبادئ الصداقة والاحترام والتقارب الإنساني وأكد جلالة الملك المفدأ يده الله أن البحرين ماضية بعون الله تعالى في المحافظة على ثوابتها وركائزها القائمة على صون الحريات واحترام التعددية الدينية والفكرية والثقافية كما تم خلال اللقاء بحث الأسس والمهام المطلوبة التي سيؤديها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي متمنيا جلالته لرئيس وعضاء مجلس أمناء المركز كل التوفيق والنجاح في أداء رسالة المركز وأهدافه النبيلة من جانبه رفع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة بن دعية الخليفة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة حفظه الله معربا عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية السامية الكريمة وعلى توجهات جلالته السديدة سائلنا الله عز وجل يحفظ جلالة الملك المفدأ ويوفقهم في تأدية هذه المهمة على الوجه الأكمل المترجم للقناة المترجم للقناة